بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى أله وصحبه من ولاه صلى الله عليك يا سيدي رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا خير خلق الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها السادة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم لعدد جديد تجدد من برنامجكم الأسبوعي لقاء الجمعة أول أحبة الأفاضل تعيش أمتنا الجزائرية هذه الأيام في رحاب مناسبتين عظيمتين أولها شهر النصرى نصرة النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما المناسبة الأخرى التي سنستقلها بعد أيام قليلة شهر الثورة الثورة الجزائرية المباركة وما أدراك ما ثورة الجزائر بين الشهر النصرة وشهر الثورة سيكون حديثنا إن شاء الله في هذا العدد المبارك لذلك يسعدني بل ويشرفني أن يكون ضيف هنا فضيلة الدكتور فريد تريكي من جامعة بجاية مرحبا بك دكتور الله يبارك فيك أستاذ أحمد وشكرا لكم على الدعوة الكريمة جزاكم الله خيرا دكتور على تلبيتكم الدعوة نسأل الله عز وجل يجعلها في ميزان حسناتكم إن شاء الله سبحانه وتعالى آمين يا رب الله بدءا لبدء إن شير فاضل الأمة الجزائرية كما أسلفنا الذكر تعيش في رحاب شهر النصرة نصرة نبي صلى الله عليه وسلم واستقبال شهر الثورة ثورة نوفمبر وما أدراك ما نوفمبر الكلمة إليكم سيدي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نعود إلى أستاذ أحمد شكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة ومن خلالكم نخاطب جمهور المشاهدين والمشاهدات لهذه الحصة المتميزة ونتمنى أن نقضي سويا لحظات طيبة لحظات مفيدة لحظات مباركة فعلا أستاذ أحمد المجتمع الجزائري أو الأمة الجزائرية كما قلتم مدئة بالأحداث العظيمة والأحداث المتميزة هذه الأحداث التي ترجع أن كل سنة نقف معها لكي نستلهم مجموعة من العبر ومجموعة من العيضات نحن هذه الأيام مع شهر النصرة نعم وبعد أيام إن شاء الله قليلة رح يحل علينا موعد آخر أو مناسبة عظيمة وهي مناسبة شهر الثورة العظيمة نستذكر هذا النبي العظيم هذا الرسل العظيم لرب سبحانه وتعالى أعداده أو أعده إعدادا ربانيا نعم في الحقيقة نحن عندنا شرف كبير وعندنا فضل كبير أننا ننتسب إلى هذا النبي نعم أستاذ أحمد هذا النبي العظيم كلما الإنسان عرف قدره كلما أحبه وكلما أحبه كلما اجتهد على طاعته يكفينا فخص أستاذ أحمد أنه قبل ما نتكلم على ربي سبحانه وتعالى الذي رفع قدر هذا النبي نتكلم على وش يقوله عظماء العالم نعم كتاب العالم والمؤرخين من غير المسلمين كي تلقى مثلا واحد كما جوستاف لوبون يقول لك محمد هذا أعظم رجال التاريخ تلقى مثلا واحد كما مايكل هارت يألف كتاب يخير يعني أعظم مئة رجل في العالم رغم أنه إنسان نصراني رغم أنه إنسان كاثوليكي ولكن كان إنسان منصف وإنسان موضوعي بعد ثمانية وعشرين سنة من البحث يدير يعني محمد بن عبد الله على رأس القائمة مايقولش محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ماوش مسلم ولكن يدير محمد بن عبد الله على رأس القائمة نعم إنسان رغم أنه غير مسلم ولكن إنسان منصف إنسان موضوعي وكتلقى مثلا واحد كما ديليورانت يقول مثلا إن الرجل المسيحي الصادق يجب عليه أن يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام بمعنى كما يقول ربي في القرآن الكريم وشهد شهد من أهلها من هؤلاء غير المسلمين الذين قرأوا المسار والتاريخ والإنجازات العظيمة لقدمها هذا الرسول مش فقط للمسلمين وإنما للبشرية برمتها البشرية الآن لها تعيش تيهان و تعيش الضلال و تعيش المظالم لو أنها كما نقول إحني ترع إلى المنهج لجاب النبي عليه الصلاة والسلام ستخرج من هذه الظلمات و ستخرج إلى النور نحن كمسلمين أستاذ دحمان هذا الأمر لا يبدو بالنسبة إلينا غريبا لماذا؟ لهذا النبي التعنى الذي نشرف بالانتساب إليه ربي سبحانه وتعالى هو لخيره هو لرباه الله يعني شوف مثلا كي يقول لك عبد الله بن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فلم يجد أفضل من قلب النبي عليه الصلاة والسلام فاصطه لرسالته يعني سبحان الله العظيم من أول الخلق إلى آخر القمة كانش واحد يعني قلبه معمر بالخير معمر بالرحمة معمر بالأمان البشرية كي من محمد عليه الصلاة والسلام ثم كي يزال النبي عليه الصلاة والسلام أستاذ أحمان لعل المشاهدين الكرام معي يشوفوا ويلاحظوا أنه حتى الوسط العائلة التعو يعني حرم منه النبي صلى الله عليه وسلم الأب توفي قبل ولادته هو تحرم من الأب كي وصل في عمر ست سنوات توفيت أمه أمه من ابن توهب يعني يمزل خلته صغير يعني بعد يتكفل به الجد عبد المطالب يوصل ثماني سنوات يخليه ثاني يعني الطفل في ثماني سنوات في ست سنوات هو في أمس الحاجة إلى الأب والأم ما كانش الأب والأم زيد تكمل تلقى مثلا واحد من الأعمام تاعه أبو لهب من أعداء النبي عليه الصلاة والسلام ينظر مثلا واحد كما أبو طالب لرب النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يؤمن برسالته وكأن أستاذ دحمان ربي سبحانه وتعالى ترتيبات القدر تاعه حاب أنه العناية الإلهية هي التي طرع هذا النبي لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما شيقول أدبني ربي فأحسن تأديبي ولدا بصلاة عليه وسلم في مجتمع جاهلي يعني كانوا يشربوا الخمر كما يشربوا الماء كما نقولوا إحنايا ولكن من شربها ومع ذلك لم يتذوق قطر من الخمر عاش في مجتمع في الـ 360 صنم لمحيطة بالكعبة الشريفة عمره لا ركعه لا سجد لصنم يعني يطلع الزمان نعم سيد دحمان عاش في مجتمع فيه فواحش فيه أمور ني ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتد إلى شرف أي واحدة من النساء ولم البنات فهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تأديبي ثم أنه شوف حتى في أولو الوسط العائلي كما نقوله إحنا ولد فامي عليه الصلاة والسلام بالتعبير المعاصر إحنا أستاذ دحمان كي نشوفه واحد شرف النسب يعني شرف النسب نعم في هذا الوقت أستاذ دحمان القبيلة القبيلة لي كنت توفر فيها مجموعة من الخصال يسموها القبيلة التي نالت شرف الظهر خاصة ست خصال الحجابة والرفادة والسقايا والقيادة واللواء والندواء هذه القبيلة التي تجمع كل هذه الصفات ضربة وحدة الرفادة مع أن تلي وكل الحجاج الحجابة مع أن تلي كنا عندهم نقولوا إحنا المسؤولي على المفتاح تعلق البشريفة البيت الحرام السقايا لي شربوا الحجاج القيادة كي يرحوا يحاربوا في معركة من المعارك شكون لي قودهم اللواء شكون لي هذه الأعلام دار الندواء كما نقولوا إحنا في هذا الوقت تعاني يمثل الهيئة الشريعية والبرلمان لمن اجتعت كل هذا الخصال لستة أستاذ دحمان لعائلة بني هاشم وهي العائلة تعجد أبي عليه الصلاة والسلام دل ذلك أستاذ دحمان أبو سفيان هارسق سهرق للروم قالوا كيف نسب فيكم مش تقولوا عليه هذا الإنسان قالوا أبو سفيان رغم أنه كافر هو فينا ذو نسب إذن هذا النبي أستاذ دحمان نحن نشرف بالانتساب إليه أنه أعظم إنسان ربه هو لخيره ربه هو لرعاه ولربه وأعطاهنك هدية نعم دكتور مع شرفي الانتساب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس حغيرهم بالمؤمن أن يفقه واجبه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأحرى كيف ننصر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في هذا الشهر شهر النصر أستاذ دحمان نقول على كلامك حتى وإذا كان من نصرنا شربي نصره إلا تنصره فقد نصره الله الله أكبر قبل ما نصره إحنا رهم كين يسبقوا الأنبياء عليهم السلام كامل نهار خلق ربي الأرواح أخذ عليهم العهد أن الأنبياء جميعا لو كان الواحد منهم يدرك آخر هذا الزمن لازم عليه يؤمن بهذا الرسول وينصره وأقر بذلك وشكون هو الشهد وربي سبحانه وتعالى شوف ربوش يقول في الآية وحدة ثمانية صورة ألي عمران وأخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقرأتم وأخذتم على ذلكم إسراء قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهدين فالأنبياء عليهم السلام لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يقول لك لو كان موسى حيا مسيعه إلا أن يتبعني فهذا الشريعة لخرى لجبهة محمد صلى الله عليه وسلم تستلزم من كل من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام كما نصره الأنبي السابقون نحن الثاني لازم علينا ننصر النبي عليه الصلاة والسلام لكن نصرتنا للنبي عليه الصلاة والسلام أستاذ حمد كيف تكون لازم نحبه لأن الإيمان تعنا متوقف على محبة الرسول مش فقط محبة الرسول لازم نحبه أكثر من أنفسنا وأكثر من أهلينا وأكثر من أولادنا ثم مش فقط محبة المحبة هذه لابقت فقط على مستوى القلب ما يشتنفع بزاف إنما ينبغي أن تطرم إلى السلوك عملي كما قال هذاك العالم قالك الشيخ المراوي ينبغي أن نرسم بأخلاقنا وتصرفاتنا السلوك الحقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كيفاش يعني شهد بفضله غير المسلم قبل أن يشهد بفضله المسلم بالقيم اللي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام خاصة كما نقول إحنا القيم ثلاث النبي عليه الصلاة والسلام استجمع ما كان مفرق من أخلاق لدى الأنبياء السابقين ربك قال وإنك لعلى خلق عظيم ولكن خاصة القيم الثلاث التي البشرية في أمس الحاجة إليها أستاذ دحمان الصق الأمانة والرحمة الله أكبر الصادق الأمين وربي قال وما أرسلنك إلا رحمة العالمين الله أكبر فبما رحمة من الله لنت لهم إذن حابين نقول في زماننا هذا في وقتنا هذا الناس اللي رأهم يقولوا حنا نعز رسول الله عليه وسلم ونحبوه وننصروه نقولوا نازم علينا ننصر النبي عليه الصلاة والسلام بإعلاء القيم ليكتبح النبي عليه الصلاة والسلام نكونوا صدقين في جوانب حياتنا المختلفة في كلامنا في أفعالنا في نياتنا نكونوا أمنا مش غير أمانة وحدة الأمانة تعنا مع أسرنا مع بيوتنا مع الخدمة تعنا في المجالس تعنا كل المسؤولية التي أعطاهانا ربي لازم نكونوا فيها أمنا والحاجة الثالثة القيمة الثالثة هي قيمة الرحمة أستاذ أحمان راك تلاحظ العالم الآن يشكو من القسوة يشكو من الوحشية شحن نصر رهي تموت شحن نصر رهي تباد شحن رهي تعيش في الفقر شحن نصر رهي تعيش في الميزيريا نحن في أمس الحاجة أن نستذكر ذلك النبي الذي كان رحيما بالعالمين مش فقط بالمسلمين كان النبي عليه الصلاة والسلام رحيم بالأعداء بهذا القيم بهذا الأخلاق للأعداء شهدوا للنبي عليه الصلاة والسلام قيمته شيخنا هذا في ميخ الشهر النصر ستستقبل أمتنا الجزائري بعد أيام قليلة مناسبة عظيمة كذلك بل نستطيع كل يوم من أينه عز وجل ألا وهو ذكرى انتلاع الثورة التحريرية المباركة نفاتح من نوفمبر سنة 1954 شيخنا هذه المناسبة قد لا تقل أهمتا عن المناسبات الدينية والوطنية بل هو يوم أعز الله فيه الإسلام وأعز الله فيه أبناء الجزائر نعم وباش نربطها أستاذ أمان مع البعد المحمدي مع شهر نصر نتكلم على شهر نصر على النبي عليه الصلاة والسلام أن قلوا حتى الثورة عندها صيلة عندها جذور بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه القوار هذا ونصار كما يقولوا أجدادنا بكري دخلوا لهنا من أجل ماذا صح من أجل البترول والغاز والقمح لكن الهدف الأسمى والهدف الأساسي أن هؤلاء جابوا جيوش من المنصيرين بشي محيو الريحة تعمى محمد في هذا البلاد الشيخ البشر الإبراهيمي رب يرضى عليه يقول هذه العبارة يقول لك فرنسا ستبقى تنظر إليكم كعدو و تراكم كأعداء و فرنسا هذه يقول لك لو تطرح عليها السؤال بعد ألف سنة ستجيبكم أنها جاءت من أجل محوي هويتكم و دينكم هذا هو العدو الفرنسي جابش يمحي الهوية والبعد المحمدي في بلادنا لذلك يعني مجاهدين الأبطال و شهاد مغاوير و البواسل من الأمر اللي داره أستاذ دحمان أنهم رجعوا لجواب الفرنسا أنه يالي ركم جيتوا لهنا بشت محيو الريحة تعمى محمد الأبعاد المحمدية من هذا المجتمع سيبقى محمد عليه الصلاة والسلام و ستبقى قيمه و سيبقى منهجه و تبقى رسالته متجدر و متأصلة في هذا المجتمع لذلك أستاذ دحمان لن نسبعد كالمجاهدين عن الأبطال عندما جاءوا لكي يعلنوا اندلاع الثورة التحرير المباركة و شخيروا لها أول نفو مباركة 1954 بماذا يذكرون أعطيك الصحة أستاذ الدحمان هذا النهار كان يمثل 12 ربيع الأول ذكرى ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام و كأن المجاهدين حبوا يبعثوا رسالة حبوا يقولوا لهذا العدو أحنا رانا أتباء و أحنا أرانا أبناء محمد عليه الصلاة والسلام و حتى المصطلحات اللي كانت مستعملة أنا ذاك كلمة السر وش هي هم الصحابة لربهم محمد صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد و عقبة و عمر و علي و حتى في البيان اللي داروا أستاذ أحمان الأبطال و علش داروا الثورة الحريرية بينوا الوجهة تحى بناء دولة ديمقراطية اجتماع في إطار المبادئ الإسلامية في إطار المبادئ تعدين لجابوه الأنبياء كلهم و ختم به محمد عليه الصلاة والسلام و المصطلحات اللي كانت تستعمل أثناء الثورة الحريرية و من هي المجاهد هذا اسم تعالى الأبطال اللي كانوا مع نبي صلى الله عليه وسلم و إذا كان واحد يسقط منهم في ساحة الوغة والمعركة كيفاش يسميوه؟ يسميوه الشهيد حتى الجرنان هذك الوقت اللي كان يخرج في هذك الوقت هو جريدة المجاهد إخاق ذا إذن و الكلمة اللي ينتقوا هكي حارب العدو الله أكبر إذن انطلاق الثورة و اندلاع الثورة في ذكرى ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام بدأت بالله أكبر بدأت أيضا بكلمة سر صحابة رسول الله لي كانوا يجاهدوا حملوا لإسم تع المجاهدين و ليسقطوا في ساحة الوغة كانوا يسموا شهداء صح فضلا عن ذلك أستاذ أحمان من القيم لأرصها النبي عليه الصلاة والسلام في المجتمع المسلم هو شعار لقيمة الأخوة كونوا عباد الله إخوانا ركم السلمين كام الخاوة لذلك من المصطلحات اللي كانوا يديروها المجاهدين تعنا في ذلك الوقت الخاوة صح و حتى سبحان الله أستاذ أحمان كي تشوف يعني الأبطال الستة اللي كانوا يعني كانوا مساهمين في اندلاع ويشعال فتير الثورة كانوا خاوة من مناطق مختلفة من الجزائر رحام الله موش من بلسة واحدة كريم بالقاسم بلاد القبيل ديدوش مراد من الجزائر العاصمة آآ الأخر اسمه مصطفى بن العيد من 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 الأوراس رابح بيطاط من 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 قصنطينا العربي بن مهيدي من عيد من ليلة وزيد الرئيس هذا كتاعنا محمد بوظياف اللي كان من ولاية المسيلة هذه الوجوه الستة هم من مناطق مختلفة من الوطن وكأنه حبوا يقولوا بلي هذا الثورة درناها ثورة تنتمي وتنتهي إلى جذور محمد عليه الصلاة والسلام ونبدوها ونحاربوا بها العدو قاوة سبحان الله بالإضافة إلى معاني أخرى أستاذ الحمان موجودة في ثورة الحرير قبل الختام كلمة ختمية بهتين المناسبتين العظيمتين مناسبة شهر النصر وشهر الثورة المباركة بركتم أستاذ الحمان الكلمة الختامية نقوله بالنسبة لبيع عليه الصلاة والسلام كما قال واحد من العلماء نحتاج أن ننصره كيف بأن نصدقه بكل ما أمر أو بكل ما أخبر وأن نصلي عليه كما ورد في الأثر وأن نأتمر بكل ما أمر ونبتعد وننتهي عن كل ما نهى وزجر ونحيي سننه الشريف لكي نعتبر ونبلغ هديه للناس برفق وليل وصبر هذا المعاني هذه اللي نحتاجه بش نبلغ بها رسالة النبي عليه الصلاة والسلام أما بالنسبة للثورة التحريرية الرسالة اللي حبيت أن نوصلها الخاوتي وخوتتيك من المشاهدوني بش نقول هذه الثورة عظيمة هذا البلد سقي بدماء الشهداء وحرره أبطال أشاوس ورجال مغاوير كيمهما بالأس حافظوا على تماسكهم وحافظوا على التلاحمهم ووقفوا جنبا إلى جنب لأجل إخراج هذا المستدمر نحن لازلين اليوم أبناء هذا الجيل أبناء جيل الاستقلال أن نحافظ على هذا الوطن وأن نبنيه جنبا إلى جنب كإخوة الكتف للكتف إن شاء الله عز وجل وكما قال الأوائل هذه لا تحررها الجميع وسيبنيها الجميع إن شاء الله بزاك الله خير شيخ نوفي الدكتورنا على هذه الكلمات صلى الله عز وجل ليجعلها في ميزاني حسناتكم يوم لا ينفع مالي ولا بنون إلا من أطلها بقلب سليم جزاكم الله خيرا إخواني أخواتي هقد وصلنا لختام هذا العدد أسأل الله رب العرش العظيم أن نكون استفدنا ما فيه من العبار والعيضات والفوائي إن شاء الله سبحانه وتعالى موعدنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل إن أحيان الله سبحانه وتعالى مع عدد جديد من برنامجكم لقاء الجمعة إلى ذلكم الحين أستودعم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى على الكاتر ترجمة نانسي قنقر